موسيقى موسيقى أعزائي متابعي طقس العرب في كل مكان تحية طيبة لكم نستعرض معكم آخر مسددات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة كما تلاحظون بالشاشة خلفية هناك لتأثير موجة حارة خلال هذا الأسبوع تبدأ مع ساعات نهارة هذا اليوم السبت وهذه نشرة جوية خاصة بتغطية هذه الموجة الحارة المتوقعة أن تشتد في تأثيرها على المملكة خلال اليومين القادمين بمشيئة ألا نستعرض معكم في البداية كيفية نشوء هذه الموجة الحارة هناك امتداد للمنخفض الموسمي الهندي من الشرق في التزامن مع اندفاع لكتلة هوائية حارة من مناطق شمال الجزيرة العربية كذلك الحال كتلة هوائية حارة أخرى قادمة من صحراء ليبيا ومصر عبر وسط البحرم المتوسط ولاحقا الحوض الشرقي للبحرم المتوسط هذه الكتلة الهوائية الحارة من المتوقع أن تأخذ فيه مسمىها موجة حارة موجة حارة هي عبارة عن تأثير الكتلة هوائية حارة ذات درجات حارة أعلى من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام بمقدار 5 درجات مئوية فأكثر لمدة تزيد عن 3 أيام متتالية معدل درجة الحارة العظمى حاليا في العاصمة عمان تقريبا 30 مئوية في مثل هذا الوقت من العام نستعرض معكم الآن مخطط لدرجات الحارة المتوقع أن تسود خلال فترة تأثير هذه الموجة الحارة وتستبلغ ذروتها بعد مشيئة الله يومي الاثنين والثلاثة وهي بالتالي موجة حارة متوسطة الشدة هناك درجة حارة العظمى متوقع أن نهارة غدنا الأحد 37 درجة مئوية في أرجاء العاصمة عمان في حين ترتفى هذه العظمى نهارة الأثنين إلى 38 درجة مئوية في عموم العاصمة في حين تلامس 40 درجة مئوية في مناطق معينة في عمان مثل منطقة وسط البلد في حين تكون في منطقة صويلح تقريبا 35 درجة مئوية هناك انحصار تدريجي وبطيء وطفيف على هذه الموجة الحارة بدءا من ساعات مساء الثلاثاء كما نلاحظ درجة حارة صغيرة 24 درجة مئوية في حين أن درجة حارة خلال الليالي القادمة ستكون بحدود 27 و28 مئوية مع ساعات الفجر أي أن درجة حارة ستكون طوال أغلب ساعات الليل بحدود 30 درجة مئوية فأكثر كما نلاحظ مع نهاية الأسبوع هناك استمرار في تراجع هذه الموجة الحارة انخفاض الطفيف وتدريجي على درجة الحارة لكن تبقى الأجواء بيئة المجمع الحارة في عم المناطق يكون هذا الانحسار واضحا في مرتفعات شمال وسط المملكة فقط مع نهاية هذا الأسبوع الآن نستعرض معكم جملة من التحذيرات الواجب التعاون معها أثناء فترة تأثير هذه الموجة الحارة ننصحكم بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس لا سيمة مع ساعات الظاهرة والعصر أو من الساعة الحادي عشر حتى الساعة الرابعة عصر كما ننصحكم بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبة لعل التحذير الأهم الواجب اتباعه في هذه الموجة الحارة هو ننصح بعدم ترك الأطفال لا سيمة الرضع منهم في داخل المركبات المغلقة نظرا لارتفاد رجلة الحارة الشديد في داخل المركبة علاوة على ارتفاد رجلة الحارة في الخارج أمني أنتنا لكم بأسلامة أجواء حارة بملخص أجواء حارة متوقعة خلال معظم هذا الأسبوع العظمة تلامس أربعين مئوية في عدة مناطق في العاصمة عمان تحديدنا في شرق العاصمة يوميا الاثنين والثلاثاء تراجع طفيف وتدريجي وبطيع على هذه الموجة الحارة بدءا من ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعة دمتم برعاية ألا ترجمة نانسي قنقر